مرحباً إلى مرحباً في مرحباً في مرحباً إذا كنت تتعلمني لأول مرة أخرى أرجوك اشترك، اشترك، وضع اشترك اليوم هو عن سبجكت برونانات ترى إلى الأخير اليوم سنتكلم عن البرسنال البرونانات البرونانات هي الضمائر الشخصية بتنقسم لكذا حاجة فيه سبجكت برونانات هي ضمائر الفاعل البرونانات ضمائر الملكية وفيه كمان صفات الملكية وآخر حاجة النهاردة هنبدأ بال السبجكت برونانات اللي هي ضمائر الفاعل اللي هما إيه؟ يعني أنا هو هي هو أو هي الجير العاقل أنت أو أنتم وطبعا أو أنت يعني بتيجي للمفرد وبتيجي للجمع أنت أو أنت للمفرد وأنتم للجمع ونحن لما أقول أنا ومعايا حد تاني أقول we they هم بستخدم البرونانات دي أنت لما يكون حد من دول هو الفاعل بلاحظ أن دايما بيجي بعدهم verb بتحطوا هما في الأول والverb بيجي بعديهم عشان كده سموهم subject pronouns يعني مثلا I live in Cairo يبقى أنا بعيش في القاهرة يبقى أنا هنا فاعل he works in a hospital هو بيشتغل في مستشفى it rains in winter الدنيا بتمتر في الشتاء we live near the sea إحنا عايشين بالقرب من البحر they have two children هما عندهم طفلين she speaks English well هي بتتكلم English كويس تعالوا بقى نتعلم إزاي نعرف نشيل الشخص ونحط مكانه ضمير يناسبه يعني مثلا لو قلت Mr. Hassan is in his office يعني استاذ حسن في مكتبه طيب Mr. Hassan لو شلته هحط مكانه and he pronoun طبعا he علشان هو مفرد مذكر هو جلال and his sister are in the park now جلال وأخته في الحديقة دلوقتي جلال and his sister دول subject الفاعل لو شلتهم هحط مكانهم إيه طبعا دول الاثنين يعني plural يعني هحط مكانهم they they are in the park now this book is new الكتاب ده جديد this book لو شلتها هحط مكانها إيه البوك ده غير عاكل فهحط مكانه it the box on the table are old the box on the table كل ده فعل الكتب اللي على الترابيزة أنا هناك إني بوصف الكتب بأن هي على الترابيزة فبقول الكتب اللي على الترابيزة are old فين الفرب are يبقى اللي قبله ده كل ده هشيله واحط مكانه they they علشان the box جمع plural فهحط مكانها they بلاحظ إن it بتيجي للمفرد غير العاكل إنما they ممكن تيجي للعاكل وغير العاكل يعني من شوية قلنا جلال and his sister حطينا مكانهم they وبرضو هنا the box هحط مكانها they يبقى they're old they're old mary and i like to study english هنا أنا موقود مع اللي بتكلم عنهم يبقى mary and i هقول we 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 like to study english the maid cleans the house the maid cleans the house فين الفاعل هنا فين السبجيكت the maid الخادمة هشيلها وحط مكانها ايه she the children are asleep now يعني الاطفال نايمين دلوقتي مين الفاعل the children هشيلهم وحط مكانهم طبعا دول plural جمع هحط مكانهم they يبقى they are asleep now بس كده يا رب يكون الموضوع سهل وآآ دي كانت subject pronouns يعني ضمائل الفاعل ان شاء الله استنوا الفيديو اللي جاي هنتكلم عن object pronouns ضمائل المفروض